مجلس الأمة الحالي مجلس الأمة الحالي هناك للأسف متجاوزين إحنا مشكلتنا مع المتجاوزين إحنا مو مشكلتنا مع الناس الزيني في ناس قاعدة تشتغل في ناس قاعدة تنتج في ناس تنزل الفرضة في ناس ترفع السعر وتنزل السعر وهناك للأسف متجاوزين أتمنى أن نجعل من الكويت واحة خضراء رغم صعوبتها لأن العقل البشري هو قادر بالتكنولوجيا الحديثة أن يهيئ الطبيعة بمساعد تسلمت أمس طلب استجواب مقدم من النائب دكتور عبد الحميد دشتي تقدم لي معاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد شنو الإجراءات اللي اتخذتها لهذا الطلب هو طبعا في البداية حوار مع مقدم الاستجواب خاصة أن الأخ عبد الحميد يعني يعتبر من العضاء النشطين وأن لهم تواجد حركي سريع في المجلس قد لا نتفق وقد نتفق في قضايا كثيرة ولكن بالأخير هو زميل معنا فطلبت أني قاعدت أسولف معاه في نفس الوقت اتصلت في الأمين العام وتعرفين أنا أمين السر يعني إجراءات الرئيس لما توقع أصلا أنه كان تصل فيني قبلها حميد وقال لي أنا بقدم استجواب علي تغشمر يعني كانت مفاجئ صراحة صحيح فبعت للأمين العام وقلت له ما هو الأجراء المطلوب بعدما أرجع للدستوريين في فترة الساعة ونصف هذه في الحوار الإجراء الرسمي أن يستلم الاستجواب وأقدمه وأحطه على جدوى العمال اليوم 19 وفيها فترة يعني هالفترة لو كان فيها نوع من التأكيدات على الاستجواب فبس هذا العرف اللي أخذ كل الرؤساء السابقين وما كان فيه شيء وأصاغوا الصياغة اللي يجب أن أوقع عليها وهو الصياغة الدستورية القانونية على الاستجواب استجواب من أربع محاور نعم رح يتم مناقشتها كلها الله يعلم ما نتري الله يعلم عموما عادة الحين أنت تمكنت لا تصيرين قلجة علي لا عادة أنا ناطر أحد من النواب عشان أبو السيمان مموجود يالله عدد عموما بمساعد فيه 33 نائب حضروا الاجتماع السابق بين السلطتين لأحداث اليمن وباركوا إجراءات في الكويت أو الخطوة التي تخذتها الكويت في التعامل مع الأزمة الحالية تعتقد أو ما تعتقد هنقول أن هذا الاستجواب كان إعلامي أكثر ما هو موضوعي؟ والله شوفي أنا ما أتمنى أحاورج في موضوع الاستجواب لأنني أنا الآن أقوم في مغائمة وتكليف في رئيس المجلس ويجب أن أكون بالحيادية في هذا الموضوع هذا شيء أنه خصة المستجوب وأعتقد التقييم إن شاء الله يتم في قاعة عبدالله السالم لما يتم الحوار عليه أما الشخصيات العامة من صحافة وراء سلطة أخرى والشعب وما لهم حق التقييم إن شاء الله هو مشتهد وإن شاء الله إذا أصاف له أجر إن شاء الله إذا أصاف له أجران وإذا لم يصيف له أجر إن شاء الله عموما ما تتوقع في استجوابات قادمة في الطريق؟ لا أنا أتوقع أننا على وشك من الأشياء المفاجئة أنه في وقت نحن في الفنشينج يعني قاعدين نحاول نكمل باجئ الأشياء البسيطة يعني أننا نحن في لجة المرافق ما عندنا حتى أربع مواضيع خالصين يعني بس النائب داشتي يفاجأكم طبعا وطبعا يعني حرب اليمن موقف البرلمان واضح ومساند السلطة ومقتنعين في الجراء اللي تم بس يظل أن النائب لحريته حسب منص عليها الدستور ولها هدوات الدستورية وحق أن الوزير أن يواجه ويرد على الاستجواب وأيضا هناك قنوات أخرى أيضا هل هذا الاستجواب يعني في وقته يعني في مكانه كل الأعضاء تقدر تنبه وفي نفس الوقت اللي كان الأخ عبد الحميد موجود احضروا أربع خمس أعضاء منهم عسكر عبدالله معيوف الجبري وصار حوار قوي يعني بس لأمانة المجالس لا يجب ذكرها وكان وجهة النظر تبين من التصريحات أغلبية الزملاء في المجلس ذكرت قبل شوي أن نقول هذا الدور الشارف على الانتهاء فشنو تتوقع الإنجازات التشريعية اللي راح تقر قبل الانتهاء أخافي خلص برنامجه شوانا أقولها لأن وصلنا نقول أهمها وصلنا لـ 35 تقريبا ماشا الله وكي وهذا رقم هو ريكورد صحيح يعني أنا دائما رجل فني مهندس طبعا فمع نقاشي مع الأخوان لما يصير جدل نعم أقول يا جماعة الأرقام تحكم ومو بس هالشكل هل القوانين يتأثر فيها الشارع ولا لا بالضبط مهم أنا أحط لي مليون تشريع الفاضي ما أحد يشعر فيه بالضبط هذا يمكن أكثر شيء المواطنين ينتظرون قوانين وتشريعات تلمس احتياجاتهم أكثر مما تكون يمكن سطحية فقط قانونية تهم إجراء روتيني أو إجراء قانوني فنقول مواطنين تفائلوا إن شاء الله والله يشوفي أنا في يعني ممكن شهادتي مجروحة إن المجلس أدت دور المطلوب الآن موجود دور السلطة التنفيذية إذا هي عندها مشكلة في التنفيذ فترجع يعني خليني أروح لأحد من المشاريع اللي أنا فخور فيها مشروع البيئة وقانون البيئة صار لتسع سنين بالأدراج هذا القانون رفع مرتبة الكويت في البيئة إلى مستوى عالي جدا كثيرا ما يتكلمون الكويتين إن نحن نسبة السرطان عندنا مرض السرطان كفاهم الشر كبيرة الأمراض زادت ترى هذه نسبة كبيرة منها بالتلوث صحيح والبيئة المحيطة لنا غير راقية الآن أصبحت يعني أمس قبل أمس الناقش مع الأخوان في البيئة الكلينكس ممكن يدفع عليه خمسة آلاف دينار مطروح في النقاش الآن نعم من بصيدة؟ هذا السؤال شلون بصيدة؟ هذه الأشياء كانت ساقطة في قانون تقريبا مئة وسبعين مادة خلصنا في هذا المجلس أعطيني أي قانون في تاريخ المجلس بهالعدد في تاريخ البجالس مئة وسبعين مادة ورغم ما خلصناه لقينا نواقص فما في مانع أن يكون عشرين إلى خمسة وعشرين نواقص الحين قاعد نصلحها خلنا نقول أبرز التعديلات اللي راحتي على قانون البيئة واللي أنت فخر فيه اللي هي الضبطية اللي قلنا شلون يصيده شلون يعرفه راح يكون فيه إجراء طبعا هو طلبه والأخوان في البيئة هذا واحدة من البنون نعم إن عطاء حق الضبطية القضائية بتكليف من مجلس إدارة البيئة إذا ما نغلطان فممكن أنت موظف في وزارة الأشغال وانت مريتي بالسيارة وحذفت علبة بيبسي يأخذ رقم السيارة ويقدم عليك الضبطية قضائية نفس المخالفة الغير مباشرة بالذب نفس الإجراء بس المواطنين هيشاركون وحيدخلون دورات وحيدخلون قسم يعني الموضوع جدي جدا إن شاء الله راح تجدين نسبة كبيرة من أهل الكويت اللي يحافظوا على كويتنا الجميل الله عطانا بلد جميل بس يريدنا نعطي من أنفسنا شوية وأعتقد مثل ما نطالب بحقوقنا وأنا ما علي طالب بحقوقه وهذا حق مشروع أيضا علينا ماجبات وأعتقد الآن هي وقتها ومساعد هناك أيضا قضية يمكن شغلت الشارع الكويتي لفترة وهي قضية التأمينات هل تتوقع حسم لهذه القضية قريبا نحن التأمينات عندنا نظام التأمينات راقي جدا وتعمر من الدول المميزة حتى التكتويني اللي كملناه الآن بالأخير يعني قد لا كنا أنا متبحر فيه كثيرا ولكن يعني كمل المعادلة وأعتقد أنه في كل المجالس حتى المجالس اللي كان فيها تأزيم سياسي لما نوصل للتأمينات الكل يتفوق لأنه عرف الكويتين في تاريخهم أنه دائما يشتغلون في شبابهم ويشتغلون في صغورهم علشان يمنون مشيبهم يمنون مستقبل عيالهم طبعا الكويتيين كلهم وهذا بتوفر فينا وجزء من التأمينات لكن ماذا عن التجاوزات اللي حصلت في التأمينات والأموال اللي حاليا القضية يمكن موجودة والكل يقراها بالجرائد يمكن هذه القضية اللي أكثر هم الشارع الكويتي يؤسفني المال السائب تعلم السرقة أي مبالغ تطلع بوجه غير حق صغيرة أو كبيرة تدمي القلب الله عطانا نعمة بنحافظ عليها إذا هذا الكلام اللي نقال في التأمينات صحيح بهذه الأحجام وبدون غطاء قانوني أو بطريقة أو أخرى أعتقد يجب أن يكون هناك وقفة حقيقية لتبين الحقيقة وثم محاسبة الفاعل إذا كان مخالف القانون بالضبط لأن هناك يعني أغلب الناس قاعد تنتظر نتيجة هذه القضية لأنها راح توقف كثير خبارية ما سترتب أو المزيد من المختلافات أعتقد في أحد المؤسسات لأنني جزء أنا عضو في لجنة الميزانيات مخالفاتها تصل إلى مليار 900 شيء دينار عدد لا يستعمل رقم لا يستعمل يعني شيء مو بسيط في أرقام مكان كبير يعني اليوم أنا أحيي أحد المسؤولين في الدولة اتصل عنده يعني 76 أو 67 مليون بقضايا فاتصل يقول لي أنا ما أنا قادر أحل هذه القضايا قلت لها يرحم والديك إذا كانت هي قضايا وراح المحكمة بهذا المبلغ نحن في نعمة هناك مبالغ تطوفك بكثير صحي بس يكفيني أمان أنك أنت مسؤول تتصل تسأل عن شلون تحل هذه المبالغ نعم عموما أبو بسعد أبي أنتقل معاك بموضوع آخر وهو توصيات مجلس الأمة على خلفية الاستجواب اللي قدمتها للوزير السابق الدكتور عبد العزيز الإبراهيم وشنو رأيك باستقالته من بعد هذا الأمر هو مو دكتور هو مهندس مهندس أوكي نعم أنا عندي خلاف فني مع المهندس عبد العزيز الإبراهيم ويعني إحنا سنتأخر في البنية التحتية بسبب ضعف أداء عبد العزيز الإبراهيم مواد الاستجواب كان هو يتعالى أن يرد على المجلس فكانت الإجابات فيها مغالطات وفيها عكس التوصيات يعني نحن قلنا لها عدم تنفيذ المشروع الموقت نعم ويقولوني حافظ على المال العام هو عام المشروع الموقت راح يلغيه لأنه مشروع عصلي هو كاتب عليه اسمه موقت وقلنا لها عدم تنفيذه وصوته عليه الخمسين عضو نفذه وليه هذا قدمت أنا أعتقد قدمت الاستجواب لأن تضررت سيارات الكويتيين آه أوكي الأساس الذي خلاني أطلع من طوري أنه لا أقبل على ممتلكات الناس هذه أمانة توجد عذار تحمل مسؤولية تقعد على كرسي تحمل مسؤولية أنا أكبر الحجرف وزير التربية مات الطفلة في منطقة نعم أكيد ما هو السبب أكيد ولكن أدبيا هذا الكرسي زايل شيء بيعطيك سلامة أهلنا وحلاوة بلدنا نعم هذه أساس فقدم استغالته وخلاها عند أولي الأمر وراح حضر التحقيق إحني إحنا كسرنا سيارات الناس وماكو شيء الآن أنا أعتقد أن خروج عبد العزيز الإبراهيم طبعا بعد فشل مشروع المطار اللي كل كوتيين ينطرونه بيقض النظر شيني الأسباب هو الشخص المسؤول صحيح واستحقاقات الاستجواب ما رح يقدر يواجهها وما شفت يعني أنا قدمت استجوابي ولم أحظى لأنني لم أسعى إلى طرح الثقة أنا رحت أدافع عن حقوق الناس كان البند الأول في الاستجواب هو تكسير سيارات الناس والشوارع وتعتقد لأنه ما عند رد قدم استجواب أنا أعتقد أنه ما كان يقدر يواجه وين تواجه يعني واضحة الآن إحنا قدمنا الأسئلة موجودة عند وزير الأشغال الحالي شوفيني الإجابات راح تتغير لأن الوزير الحالي متعاون مستعد يفتح كل الأوراق تمام على طاري وزير الأشغال والاهتمام بمصلحة المواطنين قبل يومين شفنا الأمطار اللي نزلت على الكويت أمطار خير إن شاء الله لكن بعض المناطق خنقول مثل منطقة سعد العبدالله وغيرها تضرروا بسبب أن الصرف الصحي ما كان بأفضل حالاته خنقول وصار في بعض يعني ارتفاع في منسوب المياه بالشوارع وبالتالي تضرر بعض الممتلكات أنا سمع تصريح الوزير قال كمية الأمطار اللي يت أكبر من الطاقة الاستيعابية هذا التصريح في الأولاني ما شفته ثاني شي تجاوبة وزارة الأشغال رغم انتقادي لها حتى الحالية يجب أن لا تتضرر أملاك الناس بس الكوارث لها معيار كان يجب أن يظهر بالأرغام وإذا لا تستطيع وزارة الأشغال تظهرها معناته في ضعف في بعض غيادات وزارة الأشغال نعم قد يكون المنسوب أعلى من الطاقة أنا أعتقد التأخير في عهد عبد العزيز الإبراهيم واللي قبله بمواكبة حركة العصر وزيادة التعداد وتغير المناخ يتحملون مسؤوليته وحتى لو الوزير الحالي يتحمل مسؤوليته لازم يضع الخطوط السريعة في المواقع اللي فيها ضعف يعني المرة اللي فاتت كانت كميات الأمطار ناحية الويصيب ناحية ميناء عبدالله ناحية جليعة هالمرة صارت صوب سعد العبدالله فيمكنهما استعدوا هنا وارفعوا البنية التحتية وصارت هناك شيء طبيعي يذكر علي احنا عندنا قروب من الأعضاء حطيت شارع في شرق آسيا السيارات تمشي فجأة الشارع صار تحت الأرض نزلت خفقت الأرض تخيل السيارة تدخل فيها كأنه علبة سقايرة متخيلة المنظر نعم هذه كارثة شنو النظريات اللي ممكن تحلها بس لكن تي في الأمطار هذه وحطوا صورة في سبطة سعد العبدالله حفرة عمقها حول مترين ناحية في نص الشارع طلعت من المطر أنا أقول لك هذه سؤمن صناعية هذه لها مقاول ولها مشرف نعم وراح أشوف الوزير وراح تناقش وياه في هذا الموضوع رح أقدم له سئلة مثل ما قدمت سئلة في مواقع أخرى أممان إن شاء الله يعطيك العافية رح نريحك شوي نطلع التقرير ونرجع بعد نكمل حوار إن شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام لرسول الله تفتتح الجلسة وتتلى أسماء أستاذ الأعضاء ثم أسماء أستاذ المفتدرين عن جلسة كثير من الملفات والقضايا المطروحة على جدور أعمال مجلس الأمة الحالي والذي بات يصنف بأنه من أكثر المجالس النيابية في تاريخ الحياة الديمقراطية في البلاد إنجازاً تشريعاً ورقاباً بل ويذهب العديد من المراقبين برأيهم إلى أبعد من ذلك حين يرون أن البرلمان الكويتي في الفصل التشريعي 14 بات يخطو بخطاً واسعة في إصلاح ومعالجة العديد من القضايا والمخالفات والتي ارتكبت في عهد مجلس سالفة إحنا الوزير مع الأسف عندنا يعني أداتنا الدستورة بالاستجواب نسقط الوزير لكن نفس المشكلة رح نأتي في قيادات حتى لو تسقط الوزير رح تكون موجودة وهي القيادات الوسطى الهيئات قاعد نشوف ناس أنت يعني أنا بعرف شنو الفلسفة ولا الاستراتيجية واحد يتقول لعقب 30-35 سنة مع السلامة شون ترده رأي سيئة يعني فهمونا شي طريقة يعني إذا هو جيد ليش تمشي إذا لمشيته ليش رديته وين الشباب وين أصحاب الكفاءات وين المعايير ولعل لجاب التحقيق الكثير في تجاوزات سابقة بدأت تعمل بقوة وينتظر أن تحقق العديد من النجاحات خلال الفترة المقبلة وإعادة الأوضاع إلى الطريق الصحيح في الكثير من المؤسسات والجهات المتضررة كاملين حوارنا مع رئيس مجلس الأمة بالإنابة النائب عدل جار الله الخرافي بمساعد ننتقل لموضوع يهم الناس وايد البديل الاستراتيجي هناك تباين بالآراء ناحية هذا القانون في أول مشروع فاش رأيك بالموضوع قبل ثلاثة شهور أول ما سمعت فيه في شركة HR فيها بعض الشخصيات الخبرة يعني منهم الأخد زين في مجلس الأمة نعم سألتهم قلت لهم هل أنا طبعا من النواحي القانونية دائما أستفتي الناس أسأل أهل الذكر أنا كتخصصي أحب أسأل المتخصص نعم فسألتهم قلت لهم هل ممكن يأتي قانون ينزل رواتب الناس يعني تاخد ألف فجأة حطوا قانون صارت بك 700 دينار قالوا لا ما تاخده حق مكتسب قلت البديل الاستراتيجي هل ممكن يأتينا يطلب هذا الكلام لتوحيد السقف والرواتب قالوا لا إذن أمنت من هم في مواقعهم لن يتأثروا اللي محزني إنه فيه تفاعل كبير مع هذا الموضوع رغم أن الأمان موجود في القانون الكويتي هو كان القصد منه رف رواتب المتدنية هذا جزء أنا هذا جزء أنا ما عرفه أنا أقول لك ما عرفه فيه لجنة وفيها من أفضل الأعضاء دكتور خليل القضيبي ناس تحترم فكرهم وأنت تسمعه هم لا زالوا في البحث مثل ما صاروا يا أنا بالبلدية لا زالوا في الأخذ والعطة لا يجب مهاجب يمكن يتصلح الكلام الآن في نقطة بدأت توضح إن لو واحد طافلة مثلا عشر سنين في القطاع النفطي ترقياته ممثل الأولين اللي سبقوا أقل صحيح هذه نقطة جديرة لنناقشها ونوجد لها الحلول وهناك أيضا بعض القطاعات بمساعد تم استثنائها مثل العسكريين فإذن لا زال أكو مجال للحوار بس دون التصعيد السياسي بلدنا أرهقت إحنا كلنا عقول وقلوبنا مفتوحة والمجلس مفتوح وأثبت مع منطوع البلدية ترى حضر أكثر من 120 شخصية يزاهر الله خير الدكتور عودة في موضوع قانون المرئي والمسموع حضروا شخصيات كثيرة ومعارضة ورأيهم متطرف ورأيهم مؤيد الآن بدأ دكتور خليل بدأ مجلس الأمة هذا يفتح مع الناس تعالوا قبل كانوا يهتمون في مركز المعلومات هو يرسل لا لا لحين نحن النادي الشخصية أنا واحد من الناس اتصلت إلى دكتور خليل قلت لقابل الجماعة قال خليون وطلع دعوة لهم اللي هم جمعية المهندسين وخلها مشاركون فأنا من يخايف منه أنا أقول خلوا اللجنة تاخد دورها وزيدوها بالمعلومات وأيضا أكبر في كثير من النقابات ما عملوا اعتصامات ما عملوا مقاطعة العمل ما سووا بنيانات في الجرائد فقط حرك هذا أيضا يحسب لهم أنا أؤمن في المجتمع المدني ويجب أن يتحرك علشان يدافع عن حقوقه ومكتسباته يقولوا أن أمس كان فيه اعتصام في وزارة الإعلام لا أنا ما أعتقد أنه عشان البديل الاستراتيجي يمكن موضوع آخر بديل استراتيجي أنا أخذها عبر جهازكم الآن أقول يرحم والديكم الموضوع لا زال في طور النقاش تعالى ودشه اللي جان واللي ما يدش خليه يطلب مني أنا ساعده رغم أني أعرف لو يرفع التليفون على اللجنة حتستقبلها على الرحب والسعة من رئيس المجلس اللي أقل واحد في المجلس رح يفتحوا للأبواع عموماً أعطيكم العافية لكن ننتقل أيضاً للتعديلات على قانون هيئة الاتصالات ما شو نرعيك فيها؟ هيئة الاتصالات بعد ما خلصنا المرة اللي فاتت من قتلت شاذب كان في بداية حواري إنه فيه أخطاء عشرة خمستعش بالمئة اللي سرعتنا لأننا كنا نبي نطلع قدموا بعض الأخوان بعض التعديلات ونزلوا مقالات وتحركت جمعية المحامي ورحت أنا لجمعية المحامين قلت له ما المشكلة؟ قالوا فيها نوع من المساس بحريات الناس لأنها هي شلون تكشف الموجات وكيف تدخل على الموجات وفيها مواد دستورية طبعاً لما دخلوا في المواد دستورية قلت يا جماعة عطوني مذكرة عطونا مذكرة خذيناها سلمناها الآن يا أنا ردود اليوم دزينا رسالة لجمعية المحامين اللي قادت هذا الموضوع تعالوا عطونا رأيكم في التصريحات علشان بعض المساس في بعض المواد الضبطية ورح نصلحها والأيضاً بالإضافة اللي قادمت تعينه في الهيئة ميزانيتهم مو واضحة فطلبوا تعديل في الميزانيات فعرضنا على لجلة الميزانيات إحنا نبي طلع قانون زي والله مساعد كلامك خنقول يعني يساعد على التفاؤل بس إن شاء الله نشوفها على أرض الواقع لا هذا ما دخل شركات الاتصالات تحقق في السنة ما يقارب نصف بليار دينار أربعمية مليون أو ثلاثمية وخمسين مليون دينار نعم يعني الدولة من حقها نسوي استثمار حق الناس صحيح بينتقل لقانون آخر يقولون أن أنت عرابة أوكي وهو تعديل قانون خمسة لسنة 2005 بشأن البلدية يمكن العديد من أعضاء المجلس البلدي يعني ينتظرون هذه التعديلات فمتى سيتم الانتهاء منه وإي حالة المجلس؟ علشان أراويش الضغوط اللي تعرض لها النائب كنت فيه عرس أمس أوكي وأنا طالأ أحد أقاربي من تجار العقار وما وقفوا إياي في الانتخابات إلا يعني لما يمر أنا أوقف له هو طبعا أكبر مني سنة أنا أوقف له احتراما قال لي يا عادل دير بالك ترى أنت قاسي جدا في المخالفات لأنه هو ذو اتصار في قانون البلدية نحن دعينا كل الناس الحكومة مقدمة قانون في أربع مواد وصلنا إلى واحد وستين مادة لأنه فتحنا مدارك الناس المجلس البلدي جزء منه أكيد وقدم طروحات أكو طروحات أنا ممكن أفكر فيها أنا كشخص مو ككتلة يعني مو كمجلس ليش انتخابات مجلس بلدي عندنا صدقة تشريعية ليش ما يعين لأنه كان المجلس البلدي يرشح لأنه كان قبل الدستور فالتاريخ من سنة 32 فإذن أكو طروحات متطرفة قد لا تقبل بضع هناك كلام يقال أن أنتم تفككون وأكو وأكو ناس تقول خسوها 32 عبو أكو ناس يقول عط المجلس البلدي استغلالية أكو ناس يقول عط محافظات أكو جهاتنا بنفككها مطروحة في التفكيك لأن هذا طرع من السربي من بعد خبرتك أنت ومساعد في المجلس البلدي أنت شنو برايك الحل الصحيح التفكيك جزء من الحل الصحيح أكو عزيزو بين رئيس المجلس البلدي والوزير ومدير العام أكو ناس تعرفتها أكو عزيزو أخاف تصيرين بعد تدول ما عايش قصدك العزيزو هذا دائما يختلف رئيس المجلس البلدي مع الوزير أو مع المدير العام فإذا فيه هناك مشكلة احنا عشناها لما كنا عضاء في المجلس البلدي اللي إيه هذا هالخلاف بين هالشخصيات يجب أن نخرج القانون اللي يجعل فيه خلاف شلون؟ يعني مثلا هل يستوعب الأخوان الآن المشاهدين إن رئيس المجلس البلدي اللي كان يحكم البلدية كلها كلها فوقه ماكو وزير الآن إذا بغى يطلع مهمة يطلب إجازة أو تكليف من الوزير أيضا إذا بغى ورواتبهم لازم يصدق عليها المدير العام إذا بغى يشتري قلم لازم يوافق المدير العام إذن على شنو مجلس بلدي ما لك يعني أيضا في الأطروحات المحافظات الآن عندنا كويتين يدد راح تنبني أو ثلاث مدينة الحرير مدينة الخيران الصباح الأحمد المطلع وفوقها هذه مدن جديدة الثيم الفكري الهندسي والبنية التحتية يختلف يعني أخوان المصريين سابقونا يقولك هذا سواحلي ده بحري وده فلاح وده صعيدي لو تجيب طلعين من العمارة عندهم فن العمارة تختلف بالفكر لو تذهبون إلى إسبانيا تشوفين اللي على البحر يختلف عن العمق داخل إسبانيا بس إحنا يطبق علينا هذا الموضوع طبعا ليش المناطق فيه عنده من يتمنى البيوت المناسقة اللي هي النظام العربي اللي الحوش داخل بيت الحمولة عرفتين وفي عندنا فكر في الكويت يفكر إن كل عائلتها في بيت واحد في يبي يسوي شغق مو يأجر يبي حق عيالة يبي يلمة الأسرة وفي عندنا يونيك مثل مكانة الأحمد حق الأجانب ويو بعض الأخوان سووها إن البيت صغير مشكنام في حديقة كبيرة فالفكر هذا متواجد بالكويت وحتم تبين عناصر ما بين الفلال على البحر والفلال الداخل ونظام المبنى يعني المباني الشاهقة على البحر غير مرغوب فيها في كل العالم يحاولون يروحون تدرج عشان تصير أكبر بنية تحتية تتحمل بعد النظر حق كل الساكنين بعدها تخصصك هذا معماري بس أنا أقول إن قانون البلدية يجب أن يشمل كل ذلك بس هناك إدارات كثيرة أن يتكلمون عن شئلتها خلقوا أعطيش مثال بسيط عليها تراخيص ومراقبة الإعلانات ليش ما تروح وزاة التجارة شكل بلدية الرغابة على الأغذية وتقرير وصلاحيتها وتنقل إلى الهيئة عندنا هيئة الأغذية سويناها زراعة المساحات تروح إلى هيئة الزراعة هذه كلها من اختصاص المجلس البلدية كلها بلدية بلدية نعم الرغابة على المناطق الصناعية ومواقع السكراب تنقل إلى الهيئة العامة للصناعة منطقية الإدارة القانونية تروح إلى الفتوى والتشريع طبعا كل هذا يظل حوار نتج من ست ورش عمل أو ثمان ورش عمل وطلعنا في المحصلة هذه عشان شي دي عندنا كم كبير مع التقدير وزير البلدية راح قدم سرب للصحافة هو يقول اسرقوه المقترح مالنا ولكن هذا ليس المقترح مالنا هو شارك معنا حال حال الناس المقترح الآن أول واحد قدمه نبي الفضل والأخ سعود الحريجي وماجد موسى أيضا عندهم مقترح ولما نفتح النقاش حتشوفين الدبيت قوي وحتشوفين حتتحرك الرأي العام عليه يعني مثلا هنا من الأشياء النقاط اللي مكتوبة تقليض عقوبات البناء على منه ليش يخالف الإنسان في بيته ليش يخالف القانون إذا بيته هو ما خالف اللي بيرتح بش لا تكون راحت على جارة تعتقادك تشذي يعني مخالفات البناء هذه أكيد ما وضعت إلا في أسباب باب عن البنية التحتية تقدر التحمل يعني ارتفاع الماء يفوق 26 متر ما تقدر طيب شو المشكلة أزيد الطخ حق الناس كلها وأرفع البيت وخلي سوي شقة حق ولده أكو حلول الهندسة فيها بس بعض في المخالفات وصلوا أربع خمسة دوار صارت شنها عمارة صحيح البنية التحتية المشكلة الشارع المشكلة يعني في منطقة من المناطق دون ذكر أسماء ارتفعت مبانيها وفرزت نعم في هذه المناطق أكبر نسبة شجار في المخبر بسبب؟ سيارات سيارات إذن مخالفات البناء يعني هي مرتبطة بعضها بسا إحنا نقول بلد قادر قاعدين نبني بدن جديدة إذا خلونا وسع شوارعها علشان نعطي العامودي فرصة نعطي بيت الحمولة إذا يبي صلاة الرحم إحنا مسلمين أنت وايد مع الموضوع هذا جدا لأنه واقع سهل مصعب عيانا قاموا يسكنون شغق في عمارات فتعاودوا على السكن العامودي صحيح شنو أهم العقوبات اللي تم تغليطها بخصوص هذا الأمر في كثير طبعا شوفي هو يعني يذكر عليه حكم في أحد الدول عمارة عشرين دور يأزالة الشقة في الدور أعتقد حد عش شنو يعني يشيلها بالنص وطيح العمارة فوصل القاضي مع لجنة الخبرة مالتا أن يشيل كل الحيطان يخلينها واقفة على العامدة أصبحت يشوف العمارة كذيه وبعد يتوصل دور هوا هوا حاجة الناس الاستثماري يستفيد مننا ويحقق أكبر عدل بس أي أزيد العقوبات وأنا ردي في البنية التحتية أنا عندي أرض أشتريها ألف متر في العاصمة بملايين الدنانير وما قدر أبني وتقول لي أبني بس ثمان أدوار وعائدها يوصل إلى ثلاثة وأربعة بالمئة أزعل لا عطى القدر يا ابني اللي يبي وارفع البنية التحتية شاللي ما نعنا اللي ما نعنا بعض الوزراء اللي دش السلطة التنفيذية ضعاف في تطوير البنية التحتية نعم ما كو يعني أحد الوزراء اللي ما بيقول أسماء مرة ثانية يقول أنا ما أعترف بالمخطط الهيكلي للدولة إذا تعترف بالدستور في القانون المخطط الهيكلي للدولة هو دستور للبناء إذا وزير يقول هالكلام رسمي ومسجل وبالجلسة نعم تحطه وزير فالعقول الكويتية قادرة والكويت ممكن تصير أنا أتوقع 2017 راح نحس يعني ترى آخر واحد وقع عقود جريئة فهذا صفر نعم وحتشوف هنا إلينا هي هذه الأشياء تبين بعد 6-7 سنين نعم فأنا أعتقد قانون البلدية يجب أن يشيل كل المعوقات لما يجي مستثمر ما يقعدي يحطي داعش ما يطر تعالي أنا بحطي مشروع بـ 15 مليون أروح أقعد أنطر في الدور وحط لي مندوب وحط لي واحد يروح يراكض لي يعطني 20 ألف وعطني 15 ألف لا هذا الكلام ما يجيب يصير صحيح كلام وردي بس يجب النس على وأنا أعتقد وأنا أقول لهم إحنا في فرصة تاريخية ينطور هذا القانون سيعمر الكويت وهذا اللي بتشعر فيه الناس صاحب البيت لازم يستانس في بيته وصاحب الاستثمار لازم يحقق أكبر عائد استثماري وصاحب التجارة لازم يجد المكان المناسب يصفط سيارته ويشيل بواعته ويدخلي راجع من أفضل شيء لكنك أيضا قبل يومين أبو مساعد صرحت بأن انتهاء التعديل مرتبط بالحكومة وليس بالمجلس الحكومة ركضت وراء الإعلام وخلت شغلها الصجي راح يصرح الوزير حق الجرائد ولنحن ما وصلنا قانونة تصليحة بقى عشان شي انت في نظرك أنه لا زال مرتبط فيهم طبعا من باب الآداب طبعا الأخ عيسى أنا احترمه وهو يعتبر يعتبر من الوزراء أني أنا ارتاح لهم في العمل معهم وليس انقاصا من حق الوزير أشرح عليه هذا الموضوع وقلت لياه في الجلسة وسجلته نعم أنه لا تستبق الإنجاز لما تخلص شغلك بس لكنه هو كوزير متعاون هو عشرة على عشرة وكوزير يحط الحقوق والقانون قاعد يسوي شغله نعم أنا احترمه وقدره ولكن ما يمنع أن نختلف في قضية معينة وحتى العضاء الزملائي يختلفوا في هذا الموضوع أنا بنتظره مو بس هو أيضا عندنا ثانية ثلاثة من الأعضاء قاعد يقولون لي أصبر لابد نسوي التغييرات وأقول لك إياه أنا هنعلهوة نعم إذا وصلنا إلى النقاش نحن خلصنا من نقاش الورش وبرينستورم ومش عارف إيش الآن داخل نية حق المادة حيصير عليها خلاف أنا أعطيش موضوع صغير أيضا سريعا تفضل عندنا ما يغارب 24 منطقة جديدة ما لهم حق التصويت شلون شاء يدد النهضة وما النهضة ما لهم حق التصويت فإذا بدخلهم في تقسيمة حق تصويتهم في انتخابات المجلس البلدي هذه الوحدة فيها منوبولي فيها مساومات وفيها استاتيستيكس أرغام وأحصاءات يعني يتني الدائرة الثامنة إذا ما أنا غلطان فيها 28 منطقة ويتني الدائرة الرابعة أعتقد فيها 6 مناطق هذا مو فير صحيح فمن باب العدالة أن نكون شفافين ونعطي الناس حقها إذن أنت تعتقد أن بعد انتهاء التعديلات على هذا القانون راح نقول يستقيم شؤون البلدية يعني أنا متفاعل ما أنت قلت لي في البداية أنا ريال بشتهد موانب روحي مع زملائي في اللجنة لجنة المرافق وحقاق حقيقة أجد منهم كل دعم وفردا فرد ويعني حتى يزاه الله خير نبيل الفضل الآن هو في المستشفى يعني كان يحضر هو تعبان ويبادر ونختلف معه يعني أتمنى للشفاة والسعود الحريجي وماجد وضرار كلهم على الهدية كلهم يعني ماضي كلهم ما شاء الله الحمد لله نعم قاعدين يحاولون يلا بسرعة خلنا نخلص خلنا نخلص سؤال الأخير وباختصار تقييمك لأداء لأداء الحكومة مع قرب انتهاء دور للنقادة أنا الحكومة أتمنى نتحقق طموح المواطن وإذا كان عندها معوقات المفروض تجيبها للمجلس المجلس متعاون فأنا ما أعتقد أنها عندها معوقات يمكن عاقها نزول سعر النفط وخلي يسوي عندها ترشيد شوي إنما أتمنى من الحكومة أن تستطيع أن ترفع مستوى الأداء إلى رضاء المواطن الكويت نتمنى ذلك بمساعد شكرا لك على هذه النظرة التفاؤلية ونتمنى إن شاء الله أنها تتحقق عموما رئيس متلس الأمة بالإنابة سيد عادل جرالي خرافي أشكرك مرة أخرى على هذا اللقاء وإن شاء الله ما يكون الأخير شكرا لك مشاهدين نطلع فاصل وبعد إن شاء الله نكمل باقي فقراتنا